حوالي شهرين مروا ولا يزال موظفو شركة فاك 397 ينتظرون دفع معيشاتهم ومستحقاتهم التي جمدتها إدارة الشركة بداعي التصفي معانيت حوالي 400 عائلة لبنانية إذن نقلها وفد من الموظفين إلى وزير الإعلام وليد الدعو الذي أكد على متابعة الرئيس نجيب مئاتي شخصيا وساعة بعد ساعة للموضوع وتكسيف الاتصالات مع مختلف الجهات المعنية لكي لا يتم صرف هؤلاء الموظفين الذين يشكلون عصب المؤسسة الإعلامية التي يعملون بها وكلهم إعلاميين لمعين وجينا بحثنا معهم الكرسي اللي نصاب فيها القطاع الإعلام وجينا قلنا أنه اليوم أفضل وسيلة للمحافظة على الحقوق هي طبعا أنه أحد أو الفريقين يجوا يحافظوا على استمرارية المؤسسة وإذا لا سمح الله صار أي شيء المحاكم المختصة هي اللي تأخذ القرار لكن من هلأ لوقتها منجرب أنه ما نوصل لا يتم حل هالنزاع عن طريق القضاء وزير الإعلام لوح باستعمال كل وسائل الضغط المتاحة آنونيا ومنع حمل على الإعلام الإلكتروني في سبيل التوصل إلى نتيجة مشددا على ضرورة أن يكون هناك نقابل العاملين في القطاع الإعلامي للدفاع عن حقوقه صوتنا لكل إعلامي في لبنان وبالعالم العربي لأنه اللي صابنا ممكن يصيب كتير الناس نحنا حقوقنا بدنا إيها كاملة وبدنا نحافظ على القطاع ويمكن نقدر مثل ما قال مع الوزير نضغط بمحل ما لأنه نحنا ما لازم نكون كبش محرقة بأي صراع ونحنا بهمنا استمرارية عملنا لأنه الصغير فينا أسس مؤسسة عمره أكتر من 23 سنة على الهواء هذا النداء لتضامن الإعلام اللبناني والعربي مع مصير موظفي مؤسسة إعلامية رائدة سيتبع تحرك على الأرض قريبا جدا في ظل استمرار ما وصف وزير الإعلام بوضع كارثة